السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي أهلا وسهلا بكم معنا في مادة لغتي أحبابي الطلاب والطالبات لازلنا وإياكم في الدرس الثاني من الوحدة الرابعة الدرس الثاني ما هو؟ ذكروني أحبابي الطلاب والطالبات ذكروني أحسنتم حرف الع ما رأيكم سريعا أن نشاهد هذا الحرف بحركاته القصيرة بأصواته القصيرة مع الحركات وأيضا مع حروف المد بأصواته الطويلة هيا انطقوا هذا الحرف أحسنتم ع بصوت قصير مع حركة الفتحة ع وبصوت طويل هيا انطقوا هذا الحرف أحسنتم حرف المد المناسب هنا هو الألف هو المرافق دائما والمناسب لحركة الفتحة أحسنتم مبارك الله فيكم حرفنا الجديد أيضا مع حركة أخرى وهي الضمة هيا انطقوا هذا الحرف عو أحسنتم بصوت قصير والآن بصوت طويل أحسنتم عو حرف المد هنا هو الواو ومع حركة أخرى وهي الكسرة هيا انطقوا هذا الحرف عي أحسنتم وبصوت طويل عي أحسنتم مبارك الله فيكم أحبابي الطلاب والطالبات أخذنا وإياكم في الدروس السابقة هذا الحرف نطقنا هذا الحرف بأصواته القصيرة والطويلة كتبنا وإياكم هذا الحرف أيضا بأشكاله الأربعة الآن أحبابي الطلاب في درسنا هذا سنأخذ وإياكم مجموعة من التدريبات في إنجازات تدريبات خاصة بهذا الحرف هيا نستعد نجلس وأيضا نمسك القلم نحضر القلم المبري قلم الرصاص المبري ونستعد للقراءة ونستعد للكتابة هيا ننطلق ونكتب ونحل وإياكم ونبدأ وإياكم في تدريبات إنجازاتي لهذا الحرف مع التدريب الأول التدريب الأول يقول أرسم دائرة حول الحرف ع ثم أكتبه سنقرأ وإياكم مجموعة من الكلمات في هذا التدريب يوجد في هذه الكلمات حرفنا الجديد حرف الع قد نشاهد هذا الحرف في أول الكلمة أو في وسطها أو في آخرها نقرأ سويا هذه الكلمات ثم نبحث عن حرفنا الجديد حرف الع هيا نقرأ الكلمة الأولى حاول القراءة أحسنتم عصفور مرة أخرى حرفنا الجديد أين هو ضعوا دائرة حول هذا الحرف أحسنتم أكتبوا هذا الحرف مع حركته في الأسفل أحسنتم مبارك الله فيكم إذن بهذه الطريقة كما فعلتم بقالة من رصاصي معكم نضع دائرة أحسنتم أحسنتم مبارك الله فيكم الآن أحبابي الطلاب والطالبات ننتقل إلى الكلمة الثانية ركزوا في الكلمة الثانية كلمة أطعام أطعام هيا قرأوا أحسنتم ابحثوا عن حرفنا الجديد أين هو ضعوا دائرة حول هذا الحرف أحسنتم في وسط الكلمة هيا أكتبوا هذا الحرف أحسنتم مبارك الله فيكم إذن حرفنا الجديد أين هو كما فعلتم سنكتب أيضا هذا الحرف بشكله في وسط الكلمة وأيضا مع حركة الفتحة ننتقل إلى الكلمة الثالثة هيا قرأوا حاولوا أحسنتم عنب عنب أيضا ابحثوا عن هذا الحرف حرفنا الجديد وضعوا دائرة حول هذا الحرف ثم اكتبوه أحسنتم مبارك الله فيكم شاهدنا حرفنا الجديد في أول الكلمة في أول كلمة عنب وأيضا نكتبه بحركة الكسر كما شاهدنا في هذه الكلمة الآن الكلمة الرابعة هيا أقرأوا حاولوا أحسنتم معلم معلم حرفنا الجديد أين هو في وسط هذه الكلمة ضعوا دائرة حول هذا الحرف واكتبوه أحسنتم مبارك الله فيكم كما فعلتم دائرة حول هذا الحرف ونكتبه في الأسفل بهذه الطريقة وأيضا مع حركة الفتحة الآن أحبابي الطلاب والطالبات تبقى لدينا الكلمة الأخيرة وهي كلمة اقرأوا حاولوا أحسنتم أسبوع ركزوا في هذه الكلمة جيدا أسبوع حرفنا الجديد أين هو ضعوا دائرة حول هذا الحرف ثم اكتبوه أسفل الكلمة أحسنتم كما فعلتم حرفنا الجديد في آخر هذه الكلمة منفصلا كما كتبتم بهذه الطريقة أحسنتم مبارك الله فيكم الآن أحبابي الطلاب والطالبات ننتقل وإياكم إلى التدريب الثاني الذي يقول أكون من الحروف ثلاث كلمات فيها مد حروف المد كما تشاهدون أمامكم الألف والوا والياء ثم أقرأها ثم أقرأها شاهدوا معي هذه الكلمات الثلاث الكلمة الأولى والثانية والثالثة نقصد نقصد الكلمات الثلاث هنا الكلمة الأولى هنا الكلمة الثانية هنا الكلمة الثالثة سنختار حرفا من حروف المد الثلاثة التي تعلمناها وإياكم وهي الألف والوا والياء حرف المد الألف مثلا يناسب حركة الفتحة حرف المد الوا يناسب حركة الضمة أحسنتم حرف المد الياء يناسب حركة الكسرة أحسنتم مبارك الله فيكم نأخذ هذه الكلمات كلمة كلمة الكلمة الأولى الكلمة الأولى شاهدوا معي لدينا حرف مد ناقص في هذه الكلمة ما هو برأيكم أحسنتم الألف لماذا لأن الحرف الذي قبله مفتوحا إذن سنكتب حرف المد الألف شاهدوا معي لماذا لماذا قلنا الألف لأن الحرف الذي قبله مفتوحا هذا الحرف الذي قبله ما رأيكم أن تقرؤوا هذه الكلمة س ع أحسنتم س سعاد سعاد ع أحسنتم الكلمة الثانية حرف المد المناسب هنا ما هو مشاهد الحرف الممدود في أي حركة الضم أحسنتم إذن حرف المد المناسب هنا الواو أحسنتم هيا نكتب حرف الواو هيا قرؤوا هذه الكلمة أحسنتم سعود سعود ننطق حرف المد مع الحرف الممدود الذي قبله الحرف الممدود الذي قبله مع حركة الضم تبقى لدينا الكلمة الثالثة نركز جيدا حرف المد المناسب هنا ما هو اليا أحسنتم لماذا اخترتم اليا لأن الحرف الذي قبله مكسورا أي الكسرة هيا نكتب حرف اليا حرف المد اليا أحسنتم اكتبوا هيا نقرأ هذه الكلمة الأخيرة أحسنتم سعيد سعيد هيا قرأوا أحسنتم مبارك الله فيكم إذن حرف المد أين هو اليا لماذا اخترنا اليا لأن الحرف الممدود الذي قبله مكسورا مكتوبا بحركة الكسرة الحركة الذي قبل حرف المد كسرة أحسنتم مبارك الله فيكم الآن أحبابي الطلاب والطالبات ننتقل إلى التدريب الثالث التدريب الثالث أيضا سنقرأ وإياكم هذه الجملة ثم نكتبها وإياكم كلمة كلمة ما هذه الجملة أحبابي الطلاب والطالبات نقرأ وإياكم هذه الجملة بداية من الكلمة الأولى أقرأوا هذه الجملة قرأناها وإياكم في النص الخاص بهذا الدرس أحسنتم عادة أحسنتم فواز هيا قرأوا من المدرسة أحسنتم سعيدا أحسنتم اقرأوا الجملة مرة أخرى أسرع أحسنتم عادة فواز من المدرسة سعيدا الآن معكم الأقلام سنكتب هذه الجملة كلمة كلمة بداية من كلمة عادة الكلمة الأولى في هذه الجملة عادة هيا اكتبوا أين نكتب؟ على السطر الأحمر كما تعلمنا وإياكم على السطر الأحمر هيا نكتب كلمة عادة اكتبوا أحسنتم نكمل نكمل فواز أكتبوا أكتبوا وقرأوا عادة فواز هيا اكتبوا أحسنتم الكلمة الأخرى المدرسة من المدرسة هيا نقرأ هذه الكلمات الأربع مرة أخرى عادة فواز من المدرسة ولا ننسى الحركات أحباب الطلاب والطالبات من المدرسة تبقى لدينا كلمة الأخيرة وهي كلمة سعيدا أحسنتم هيا نكتبوا كلمة سعيدا ولا ننسى النقطة في نهاية هذه الجملة أحسنتم مبارك الله فيكم خطوط جميلة وقراءة مميزة الآن أحبابي الطلاب والطالبات سأطلب منكم أن تغلقوا كتاب لغتي وتحضروا الدفتر الخاص بمادة لغتي سننتقل وإياكم إلى التدريب الرابع ولاحظوا معي نلاحظ سويا في هذا التدريب بعضا من الكلمات التدريب الرابع يقول ألاحظ الكلمات الآتية ثم أكتبها في دفتري إملاء من معلمي نقصد هنا الإملاء المنظور الإملاء المنظور أي سننظر سنشاهد الكلمات ثم سأخفيها عنكم ثم أطلب منكم كتابتها مرة أخرى إذن الآن نستعد فقط نركز فقط في هذه الكلمات الثلاث أغلقوا الآن كتاب لغتي أحضروا الدفتر وأيضا القلم معكم القلم الرصاص المبري الآن فقط شاهدوا معي هذه الكلمات الثلاث هذه هي الكلمة الأولى هيا قرأوا أحسنتم قواعد قواعد شاهدوا هذه الكلمة جيدا شاهدوها جيدا الحرف الأول ق أحسنتم ثم و ثم ع ثم الحرف الأخير دو هيا نقرأ هذه الكلمة مرة أخرى قواعد لاحظوا حرف المد هنا حرف الألف أتى بعد حرف الواو قواعد ثم بعد ذلك سأطلب منكم كتابة هذه العلامة الشرطة تفصل بين الكلمة الأولى والكلمة الثانية الكلمة الثانية ما هي الأ أكمل أحسنتم العبور 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 شاهدوا هذه الكلمة أيضا جيدا الكلمة الثانية أحسنتم مبارك الله فيكم تبقى لدينا الكلمة الأخيرة فصلنا بينها أيضا وبين الكلمة الثانية بهذه العلامة الشرطة الكلمة الأخيرة شاهدوها جيدا المشات المشات المشاه الحرف الأخير التاء المربوطة نطقناها مرتين مرة بالحركة بحركة الضمة ومرة بالسكون وقفنا عليها بالهاء قلنا المشات أو نقول المشاه ركزوا فيها الكلمة الثالثة تاء مربوطة في آخرها أحسنتم مبارك الله فيكم الآن أحبابي الطلاب الطالبات كما قلت لكم سأخفي هذه الكلمات الثلاث وأطلب منكم الآن كتابة هذه الكلمات الكلمة الأولى قواعد هيا اكتبوا كما شاهدنا وإياكم هذه الكلمة قواعد أحسنتم ثم نضع علامة الشرطة سنفصل بين هذه الكلمة والكلمة الثانية الكلمة الثانية هي كلمة العبور العبور ننطق ونكتب العبور العبور أحسنتم ثم علامة الشرطة الكلمة الأخيرة المشاه المشات المشات المشاه أحسنتم مبارك الله فيكم مرة أخرى أشاهد هذه الكلمات سريعا وأنتم لاحظوا الكتابة عندكم في الدفتر ولاحظوا هذه الكتابة في على الشاشة أمامكم الكلمة الأولى أحسنتم قواعد شاهدوا هذه الكلمة أريد منكم التصحيح لأنفسكم شاهدوا هذه الكلمة إذا كتبتم هذه الكلمة بهذه الطريقة اتركوها كما هي وإذا كانت الكلمة لديكم تختلف عن هذه الكلمة ابدأوا الآن بالتعديل والتصحيح لديكم وأنا متأكد من أن كتابتكم صحيحة ننتقل إلى الكلمة الثانية كلمة العبور هيا نشاهد أيضا ونصحح أحسنتم الكلمة الأخيرة المشاه المشاتو شاهدوها لديكم في الدفتر أحسنتم مبارك الله فيكم الآن أحبابي الطلاب والطالبات ننتقل وإياكم إلى التدريب الخامس التدريب الخامس أيضا أريد منكم أن يبقى أن يبقى الدفتر لديكم مفتوحا لماذا التدريب الخامس والأخير يقول أكتب في دفتري ما يملي علي معلمي إملاء اختباريا إملاء اختباريا أي سأطلب منكم في البداية كتابة هذا الحرف حرفنا الجديد ببعض الحركات وأيضا ركزوا معي سأقول لكم حرف في أول الكلمة أو في آخرها أو في وسطها وسأنطق هذا الحرف مثلا بحركة الفتحة أو الكسرة أو الضمة لذلك أطلب منكم التركيز بداية أكتبوا هذا الحرف حرف الع ع الذي نشاهده دائما في أول الكلمة ع أحسنتم أي بحركة الفتحة ع ثم نضع شرطة لنفصل بين هذا الحرف هذا الشكل والشكل الآخر الشكل الآخر الثاني أكتب ع الذي نشاهده في وسط الكلمة الحرف الذي قبله متصلا به والحرف الذي بعده أيضا متصلا به ع أحسنتم ثم نضع شرطة أيضا سنكتب الآن ع الذي نشاهده في آخر الكلمة منفصلا ع أحسنتم ثم نضع الشرطة لأننا سنكتب ع أحسنتم بصوت طويل هيا أكتبوا ع بصوت طويل أحسنتم مبارك الله فيكم الآن نشاهد سويا هذا الشكل هذا الحرف بالحركات التي كتبتموها أنتم شاهدوا معي هنا ع ثم علامة الشرطة لنفصل بين هذا الشكل والشكل الآخر الشكل الآخر ع الذي نشاهده في وسط الكلمة متصلا به الحرف الذي قبله والحرف الذي بعده أحسنتم ثم هذا الحرف ع الذي نشاهده في آخر الكلمة منفصلا ثم ذكروني أحسنتم ع بصوت طويل شاهدوا هذه الحروف كما كتبتم قبل قليل الآن سأطلب منكم كتابة أيضا ثلاث كلمات إملاء اختباريا في سطر جديد هيا اكتبوا كلمة عادة قرأناها قرأناها وشاهدناها في الدرس عادة أحسنتم الآن نضع علامة الشرطة لأننا سنكتب الكلمة الثانية وهي كلمة أع ب رو أع ب رو هينطقوا أع ب رو أكتبوا الكلمة الثانية ما هي أعبروا أحسنتم أعبروا ثم نضع علامة الشرطة لأننا سنكتب الكلمة الثالثة والأخيرة وهي كلمة أسبوع 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 هيا أكتبوا أبدأوا ننطق هذه الكلمة حرفا حرفا أو مقطع الساكن ثم مقطع المد ثم حرفا الأخير أسبوع أحسنتم مبارك الله فيكم أيضا سنشاهد هذه الكلمات الثلاث وأنتم أيضا قوموا بالتعديل إن كان هناك خطأ لديكم وأنا متأكد من أن الكتابة لديكم صحيحة هيا شاهدوا معي كلمة عادة الكلمة الأولى التي كتبناها وإياكم عادة هنا علامة الشرطة التي تفصل بين الكلمة الأولى والكلمة الثانية الكلمة الثانية أحسنتم أعبروا أعبروا والكلمة الثالثة ما هي أحسنتم أسبوع أسبوع شاهدوا هذه الكلمات مرة أخرى عادة أعبروا أسبوع شاهدوا أحسنتم مبارك الله فيكم أشكر لكم حسن استماعكم وإنصاتكم وأدبكم وتميزكم وإتقانكم لهذا الحرف نطقا وكتابة شكرا لكم مرة أخرى في حفظ الله ورعايته نترككم ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم